وألقيت كلمة باسم العراق وفي بداية كلمتي أنا يعني أبديت تعاطفنا مع الضحايا وأدنت هذا العمل وأبديت تعاطف مع الضحايا لهذا العمل الإرهابي وأسميته بالعمل الإرهابي في خطابي هذا هو الموقف نعم دكتور هذا هو الموقف ولكنه رسميا يعني في الإعلام العراقي يمكن لأنه كان العراق معتدى عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية العراق كان ضحيا لعدوان إرهابي مستمر من الولايات المتحدة هذا الموضوع العالم كل اعتبر عمل إرهابي ولا بد من إدانته رسميا ترى ما تمت إدانته عدا كلمة حضرتك في المجلس الوطني أتذكر أنه وردت نسخة من رسالة بعثها طارق عزيز إلى الكونجرس الأمريكي ولكنه لم توجه بشكل علني مثلا إلى الرئيس الأمريكي برقية أو إضاح بأننا نستنكر هذا العمل الإرهابي ولهذا تشوف بعدين من وقع لعنا لماذا أؤثر هذا الموضوع عندما وقعت هجمات الحادي عشر من سلطان كان أول اتهام وجه إلى العراق مع العلم أنه كل الأوراق كانت تقول أنه القاعدة هي الفاعلة وهذا هو التلت نفسه يقول مذكرته يقول ثاني يوم أنا شايل أحمل الأوراق معي ودخلت إلى البيت الأبيض وواجهني أحد الصقور وقال لي أن العراق سيدفع ثمن هذا ولذلك إحنا كان مفروض نتحامل بشكل أكثر مرونة في هذا الجانب كدرئاسة كوزارة خارجية أنا لا أعتقد أنه كان مطلوبا من العراق أن يتصرف بشكل آخر العراق كان ضحية لإرهاب مستمر من جانب الولايات المتحدة منذ عام تسعين فليس مطلوبا منه أن يتصرف بشكل آخر أنا بكلمتي التي تمثل الدولة العراقية في الجامعية العامة لأمم تعالف في أكثر من بردولي عبرت عن هذا الموقف وأنا أعتقد هذا يكفي كان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر